اهلا بكم اعزائي الافاضل في قراءة لابرز عنوين الصحف الصادرة اليوم غد الجمعة ونستهل هذه الجولة الصحفية من يومية الاحداث المغربية التي كتبت الدواء 415 ذرهم لكل مواطن في السنة وكتبت اليومية ان وزير الصحر بروفيسور الحسين الوردية كشف خلال عرضه امام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس نواب امس ان قيمة الاستهلاك السنوي من الادوية لكل مواطن عرفت تحسنا حيث بلغت 415 ذرهم لكل مواطن تضيف اليومية هكذا ينظر المغاربة الى انفسهم والى العالم هكذا عنوانت يومية اخبار اليوم قالا لها يوضح مستوارد المغاربة عن انفسهم والذي وصفته الجريدة بالمتوسط مقارنة بشعوب اخرى واضفت اليومية ان اكثر من نصف المغاربة يرون ان الدور الذي يجب ان تلعبه وزارة الخارجية والتعاون هو العمل على محاربة الارهاب الدولي وتحسين صورة المغرب والرفع من مستوى تأثيره بخارج ويعتبر ثلثهم تقريبا ان مهمتها الاولى هي الدفاع عن مصاريح المقاولات المغربية تفاصل الخبر واخبار اخرى تقرأونها في عدد الغد من يومية اخبار اليوم والمساء تكتب الطاجين المغربي على مائدة الجيش الفرنسي لمدة سنتين حيث كتبت اليومية انه في الوقت الذي تصاعدت حدة الاسلاموفوبيا في اوروبا وانتشار اعمال العداء تجاه المسلمين كشف موقع الرسمي فرنسي انه قريبا سيكون الطاجين لحم الخروف المغربية على مائدة الجيش الفرنسي في اطار صفقة للجيش مع شركة فرنسية لتزويده بوجبات حلال لجنوده المسلمين وذكر الموقع ان الامر يتعلق بثلاث وجبات حلال من ضمنها الطاجين المغربي تضيف اليومية قائد يهدد بفضحي تجاوزات خطيرة بخريبغا عنوان من يومية الصباح واضافت اليومية ان بيانات مجهولة وزعت على نطاق ضيق بخريبغا حملت اتهامات خطيرة لرجال السلطة المحلية ومسؤولين بالداخلية بالمدينة كما تضمنت تشجيلة صوتية منسوبة لمسؤول بالسلطة معلومات سرية شكلت فضيحة في حق مجموعة من المكلفين بتذبير الشأن العام في عدة قطاعات حكومية تضيف اليومية بقي التفاصيل وتفاصيل وأخبار أخرى تقرؤونها في عدد الغد من يومية الصباح ومن يومية الصباح يصر قطار هذه الجولة الصحفية إلى آخر محطاتها دمتم في رعاية الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر